استقبلت هيئة الدواء المصرية وفد وكالة تطوير الصناعات الدوائية بجمهورية أسباكستان حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في شتى مجالات العمل الرقابي بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية وعلى هامش اللقاء تم استحاب الوفد الأسباكي في جولة تفقدية لمعامل الهيئة الرقابية بفرع المنصورية حيث تم استعراض الأجهزة الرقابية الحديثة والبنية التحتية المتطورة يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على التعاون مع الدول الأسيوية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات ودعم التبادل التجاري لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية داخل الأسواق الأسيوية بدأت في محافظة المينياء المرحلة الأولى لإجراء المقابلات الشخصية للشباب المتطوع للعمل على تنفيذ مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة المينياء تهدف المقابلات إلى التعارف على قدرات الشباب المتطوع والعمل على تنميتها وتطوير مواهبهم وتأهيل الشباب وإعداد كوادر في جميع التخصصات المطلوبة لتنفيذ مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإضافة إلى العمل على تعزيز الهوية الشخصية للشباب المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر